السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مع عزائي الطلاب والطالبات و معنا اليوم تطبيقات مسار قسم إدارة الأعمال في ما درسناه في الفصل الأول نبدأ على بركة الله بحل هذه التطبيقات طبعاً ما رح نحل يعني كل الأسئلة ولكن نأخذ على الأقل نصف الأسئلة يعني نصف علينا و نصف عليكم نحاول نتعاون إن شاء الله في حل هذه التدريبات نبدأ على بركة الله و نشوف معنا السؤال الأول قالك حدد الإحصاءات الوصفية أو الاستدلالية في العبارات الآتية يعني بنحدد هل الإحصاء هنا وصفي أو استدلالي يلا نشوف الفقرة إيه قالك يبلغ متوسط رواتب الموظفين الذين تتراوح مدة خدمتهم بين 25 و 35 سنة 15 ألف ريال طبعاً هذا يلاحظ أن هذا يعتبر إحصاء وصفي هذا يعتبر إحصاء وصفي لأنه لا يوجد استدلال وإنما وصف حالة معينة أو وصف معلومة معينة طيب نشوف الفقرة سي قالك بلغت نفقات المصنع 560 مليار دولار عام 1996 كذلك هذه تعتبر بيانات وصفية بيانات وصفية نشوف الفقرة إيه قالك يؤدي تتبع الدخل و النفقات في شركة ما إلى تحديد ما كان نشاط معين مربحاً لاحظ هنا هو استنتج استنتاج معين من خلال تتبع للدخل و النفقات حتى يحدد الربح فبالتالي هذا البيانات أو هذه الدراسة أو النوع هنا هو إحصاء استدلالي الآن نشوف الفقرة جي قالك ذكر الباحثون أن المهارة تؤثر في الأداء الوظيفي لاحظ هنا أيضاً ما فيها أرقام ولا فيها وصف وإنما فيها استنتاج معين فبالتالي هنا يعتبر أيضاً إحصاء استدلالي ننتقل للسؤال الثاني نشوفه الآن قالك حدد نوع المجتمع هل هو محدود ولا غير محدود فيما يأتي نشوف الفقرتين A و C الفقرة A تقول الأسماء المدرجة في سجلات رواتب الموظفين في أول يوم من الشهر في الشركة بلا شك أن سجلات رواتب الموظفين هي سجلات محدودة يعني لا بد أنها تكون محدودة لا بد تكون دقيقة فبالتالي هنا يعتبر المجتمع محدود يعتبر المجتمع هنا محدود نشوف في فقرة C قالك أنواع الأعمال الحرة التي تعود بالإرادات الأعمال الحرة كثيرة فالصعب أنك تحصرها حتى لو حصرتها يعني ربما أحد يخرج بعمل حر إضافي فتضاف إلى هذا المجتمع فهذا يعتبر مجتمع غير محدود مجتمع غير محدود لماذا؟ لأنه زي ما قلنا صعب أن نحصر أعمال حرة لأنه مهما الواحد ادعى أن نحصر هذه الأعمال ربما يأتي أحد ويضيف عليها مجموعة أخرى من الأعمال لكن مثلا زي سجلات رواتب الموظفين هذه دائما ما تكون يعني دقيقة ومغلقة على مجتمع موظفي الشركة ننتقل للسؤال الثالث قالك حدد المجتمع الإحصائي والمعلمة والعينة والإحصاء في الدراسة الآتية يعني أعطاني دراسة يبغاني أحدد أين المجتمع وين العينة وين المعلمة وين الإحصاء طبعاً إذا تذكروني لما درسنا هذه الوحدة ذكرنا أن المعلمة دائما مرتبطة بالمجتمع والإحصاء دائما مرتبطة بالعينة فخلونا نشوف الآن وين المجتمع وين العينة وبعدين نحدد وين المعلمة وين الإحصاء يقول يريد باحث معرفة بتوسط رواتب موظفي الشركات في مدينة الرياض فاختار 500 موظف بشكل عشوائي من قاعدة بيانات لأسماء الموظفين فبالتالي رح نقول أن العينة أو المجتمع أو شيء نحدد المجتمع المجتمع هو رواتب جميع موظفي الشركات نقول رواتب جميع موظفي الشركات في مدينة الرياض هذا هو المجتمع الدراسة اللي أنا أبغى والعينة من هذا المجتمع اللي أنا عندي كموظفة خطت أنا عينة لاحظ أني أنا أخذت هنا فقط 500 موظف 500 موظف اللي هي شملتهم الدراسة فهذه هي عينات الدراسة أما بالنسبة للمعلمة نأتي الحين المعلمة اللي زي ما قلنا المعلمة دائما مرتبطة بالمجتمع فبالتالي فهي تكون متوسط رواتب جميع الموظفين وقلنا أن المتوسط في المعلمة دائما يرمز له بالرمز نرمز له بالرمز ميو بهذا الشكل اللي زي قلنا زي حرف M بس يتدلع شوي ميو بهذا الشكل الآن نجي نقول الإحصاء 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 ما ليش نكتبها الإحصاء هي متوسط رواتب مين متوسط رواتب الـ 500 موظف اللي عندك هذولي فقط اللي هما العين رواتب العينة فبالتالي يعتبر فبالتالي يعتبر أيضا هنا متوسط رواتب 500 موظف العينة ونرمز دائما للمتوسط في الإحصاء بالرمز X bar بهذا الشكل فبالتالي لازم أفرق أنا بين المعلمة اللي تتشمل متوسط رواتب جميع الموظفين طبعا في شركات مدينة الرياض في شركات مدينة الرياض كما ذكرنا في المجتمع ولازم أفرق أنا أيضا ونرمز ناله بالرمز ميو وبين متوسط رواتب الـ 500 موظف من العينة المختارة ونرمز لها بالرمز X bar ننتقل للسؤال الذي يليه السؤال أربع يقول لك اختر الإجابة الصحيحة من بين كل قوسين في كل ما يأتي فقرأ A يبغى أسماء العاملين في الشركات تمثل مجتمعا محدودا ولا غير محدود طبعا إذا أنت لو تتكلم عن شركة وحدة مثلا فأكيد الشركة بتكون بياناتها محدودة لكن لما أنا جاء أقول الشركات كلها فبلا شك أن البيانات هنا ستكون بيانات غير محدودة لأنه صعب أنك تحصي أنت جميع العاملين في كل الشركات طيب نجي لفقرة C مئة موظف من الذين يعملون في إحدى الشركات السعودية العام الماضي تمثل مجتمعا العينة لاحظ أنهم فقط مئة موظف مئة موظف من إحدى الشركات السعودية فبالتالي هذه بلا شك أنها تعتبر تعتبر عينة تعتبر عينة وهنا يعتبر زي ما قلنا غير محدود فهذا هو إكمال الفراغ ومن خلال الإجابة على الأسئلة السابقة ننتقل لي أيضا سؤال عندنا سؤال رقم خمسة قالك أكتب الأرقام المناسبة أمام العبارات في المجموعة بي بما يناسبها من المجموعة A الفقرة تقول لتحديد متوسط المسافة بين منازل الموظفين وشركة أرامكو السعودية في العام الماضي اختار الباحث 250 موظفا في شركة أرامكو وسجل المسافات بين الشركة ومنازلهم طبعا المجموعة فقرة الأولى قالك 250 موظف في شركة أرامكو وهذه لهم العينة فبالتالي هنا يكون نكتب رقم واحد أمام العينة متوسط المسافة ويرمز لها بالرمز ميو وقلنا الميو دائما مرتبطة بمين مرتبطة بالمجتمع فبالتالي تعتبر معلمة ولا إحصاءة تعتبر معلمة إذن هذا اللي بيكون رقم أثنين المسافات بين البيوت جميع الموظفين وشركة أرامكو جميع الموظفين هذا هو المجتمع فبالتالي حيكون ثلاثة طبعا واحد يقول أن تكاتب هنا مجتمع أنا أتكلم عن الميو مرتبطة بالمجتمع ولكن طالما أنه متوسط فهو يعتبر معلمة وليس المجتمع كامل المجتمع هو جميع الموظفين الفقرة أربعة تقول متوسط المسافة بين بيوت الموظفين وشركة أرامكو في العينة ونرمز لها بالرمز إكس بار طبعا هذه هي الإحصاء وبالتالي يكون هذا هو الرقم أربعة ويعني كذا نكون حلينا هذا السؤال ننتقل للسؤال رقم سبعة شوف السؤال السابع قال لك لتحديد أثر العمل طبعا بيعطيني دراسة الآن وبعدين بيعطيني عليها سلخ نقرأ الدراسة مع بعض لتحديد أثر العمل أم بعد على أرباح الشركات في التخفيف من الخسائر المحتملة هذا يسمى الهدف من الدراسة نفسه هذا هو هدف الدراسة إثر جائحة كورونا الله يبعد أنه عنكم الشر أجري الدراسة على عينة من الشركات حيث قسمت مناطق المملكة العربية السعودية إلى خمس مناطق إذن قسمنا المناطق إلى خمسة مناطق وتم اختيار عينة عشوائية قوامها ثلاثمائة شركة من كل منطقة من هذه المناطق إذن الأينة ليست متركزة في منطقة واحدة إنما من كل المناطق ونتائج الدراسة تقول أظهرت النتائج أن 35% منها لم تتأثر ماليا بينما كانت الخسائر من خفيفة إلى متوسطة لدى 67% من الشركات وقد خلصت الدراسة إلى فعالية العمل عن بعد في تخفيف خسائر الشركات خنشوف الحين وش المطلوب مننا في هذا السؤال طبعا لما نجي في هذا السؤال قال لك الفقرة عين المجتمع والعينة الإحصائيين فأنت بتقول والله المجتمع هو دراسة أرباح الشركات أرباح الشركات خلال فترة جائحة كورونا كورونا طبعا هذا في حال يعني كل الشركات نتكلم أرباح كل الشركات وليس لجميع الشركات أما العينة فهي 300 شركة من كل منطقة من المناطق الخمسة يعني كم شركة يطلع بالإجمال؟ يطلع 1500 شركة من كل منطقة من المناطق الخمسة كل منطقة خدت منها أنا 300 شركة وطبعا أنا راح أدرس أرباحها فأنا دراستي حتكون على الأرباح لهذه الشركات نتكلمنا عنها في درس السابق قلنا عندنا أربع أنواع أما أن تكون العينة عشوائية بسيطة أو عشوائية منتظمة أو عشوائية طبقية أو عشوائية عنقودية طبعا هنا لاحظنا أنا قسمت إلى خمس مناطق واخدت كل منطقة أخدت منها مجموعة أخدت من كل منطقة مجموعة فبالتالي هنا تعتبر العينة طبقية إذن هنا راح أقول عينة طبقية لأنني أخدت من كل مجموعة من هذه المجموعات الخمس طيب كيف تكون عنقودية؟ تكون عنقودية لو أنا عندي خمس مناطق راح درست والله الشركات اللي في منطقة الرياض فقط وتركت بقية الشركات هذه تصير كذا عينة عنقودية أو قلت والله مثلا خامس شركة تدخل هذه تصير منتظمة مثلا أو خامس شركة تسلم ميزانيتها راح أدرسها مثلا هذه تصير منتظمة أو تقول والله اخترت كذا بشكل عشوائي مثلا 300 شركة هنا تقول والله بسيطة فبالتالي طريقة الدراسة هي لتحدد والله نوع العينة العشوائية نشوف الفقرة سي قال لك حدد ما إذا كانت النتائج التي عرضتها الدراسة تمثل إحصائها أو معلمة ووضح ذلك طبعا لاحظ معي أن الخمس وثلاثين في المئة والسبعة وستين في المئة هذه كلها تعتبر إحصائها لأنها متعلقة بإيش متعلقة بالعينة اللي إحنا يعني درسناها الفقرة دي قال لك عين العبارات التي أشارت الإحصاء الوصفي وتلك التي أشارت الإحصاء الاستدلالي ووضح إجابتك طبعا الإحصاء الوصفي هو الأرقام المذكورة هنا أنه والله 35% لم تتأثر ماليا أن 67% تأثرت تأثير من خفيف إلى متوسط فهذه كلها تعتبر إحصاءات وصفية دائما الإحصاء الوصفية تتكون من أرقام الرسومات بيانية هذه تسمى إحصاءات وصفية طيب الاستدلالي الاستدلالي هي العبارة اللي فيها استنتاج اللي باللون الأخضر اللي قال لك إيش وقد خلصت الدراسة إلى أن هنا استدله من الأرقام الموجودة خلصت الدراسة إلى فعالية العمل عن بعد في تخفيف خسائر الشركات فهو هنا عمم النتيجة اللي طلعت من العينة 1500 شركة على بقية الشركات في المملكة العربية السعودية في المناطق الخمس ننتقل للسؤال الثامن صنف البيانات التالية على أنها نوعية اسمية أو ترتيبية أو كمية منفصلة أو متصلة طبعا هنا النوعية قد تكون اسمية وقد تكون ترتيبية والكمية قد تكون منفصلة وقد تكون متصلة نشوفها الحين الفقرات A و C و E و G ونترك بقية الفقرات لكم عدد العاملين من يوم نشوف عدد إذن هي كمية لكن هل هي منفصلة ولا متصلة؟ لما يجي عدد العاملين بقول الله عندي أنا مثلا ميتين وثلاثة وثلاثين عامل ولا ميتين واربعة وثلاثين عامل هل في ممكن أقول عندي ميتين وثلاثة وثلاثين عامل ونص ولا وربع ولا كذا؟ لا إذن هنا هتكون كمية منفصلة كمية منفصلة لأنها ما فيها فواصل C الميزانية السنوية لشركة المواشر ميزانية كمية بيانات كمية تعتبر ومتصلة لأنها قد تكون بالهلل يعني ممكن أقول لك والله الميزانية مثلا عشر ملايين وميتين وثلاثين ريال ونصف ريال مثلا أو كذا فبالتالي هي تعتبر كمية ومتصلة البضائع المعفات من الجمارك في السعودية فبالتالي مثلا البضائع ممكن أن أعددها لكن إذن هي بيانات نوعية لكن هل في ترتيب لهذه البضائع؟ لا هي نوعية اسمية مجرد أن أعددها فبالتالي بدون ترتيب لكن الفقرة جي يشوف معي قالك تصنيف الخطط المستقبلية لشركة وفقا للبعد الزمني هل هي بعيدة أو متوسطة أو قريبة المدى لاحظ أن هنا هذه تعتبر نوعية لأنها خطط ولكن ترتيبية أما بعيدة أو متوسطة أو قريبة فهنا فيها ترتيب إذن هنا ستكون ترتيبية ستكون ترتيبية إذن هذه نوعية ترتيبية نشوف السؤال التاسع قالك صنف كل متغير كمي على أنه متصل أو منفصل فيما يأتي الفقرة هي عدد العمليات المالية تابعة لشركة ما خلال فترة معينة عدد العمليات تقول يا عندي مثلا 200 عملية يا 300 عملية يا 301 يا 302 ما يصنع عندك مثلا 300 و 2.5 أو كده فبالتالي هذا يعتبر منفصل منفصل لأنه لا يوجد فواصل لكن لما أجي في فقرة سي أقول متوسط الأنفاق الحكومي المبالغ المذكورة هذه تكون متصلة متصل إذن سيكون تتغير كمي متصل لأنه يوجد فواصل ممكن تكون موجودة السؤال 10 قالك حدد نوع البيانات المتصلة الآتية فقرة A درجات حرارة الجسم للرياضي أثناء أداء التمرين هل هي فترية أم نسبية قلنا البيانات الفترية هي التي يكون فيها الصفر ليس معنويا يعني لما نقولك درجة الحرارة صفر في حرارة معينة اللي هو البرد القارص هذا فبالتالي في حرارة معينة فبالتالي تعتبر فترية أم النسبية لما نقول صفر يعني ما فيه ولا شيء فدرجات الحرارة تعتبر بيانات فترية بيانات متصلة فترية بينما متوسط هطول الأمطار الشهرية لما يقولك صفر فمعناها ما في أمطار فبالتالي هذه تعتبر بيانات نسبية نشوف أيضا السؤال رقم 11 قال لكم أشتر الخدمات هو أداة تطلقتها هيئة الحكومة الرقمية لقياس أداء الجهات الحكومية حيث يشير المؤشر إلى وجود ارتفاع كبير في مستوى نضج الخدمات الإلكترونية كما يظهر في الجدول أدنى طبعا لاحظ أعطاك الجدول الخدمات التكاملية الخدمات الجرائية الخدمات التفاعلية وحط لك أرقام معينة في عدد الخدمات والنسبة المئوية ومصدر هذه المعلومات المنصة الوطنية الموحدة أيضا أعطاني رسم بياني كما هو ظاهر أمامنا ومش المطلوب فيها السؤال هذا قال لك حدد نوع البيانات التي يشير لها الجدول وفسر إجابتك طبعا البيانات الموجودة هنا لاحظ أن هذه تعتبر كمية منفصلة وهذه بيانات كمية متصلة لأن فيها فواصل فبالتالي بالنسبة لعدد الخدمات يعتبر كمية منفصلة وبالنسبة للنسبة المئوية فهي كمية متصلة كما هو ظاهر أمامنا بي قال لك وفقا للتمثيل البياني هل بيانات التي يقدمها المؤشر تشير إلى إحصاء وصفي أم استدلالي لاحظ أن هذا يعتبر إحصاء وصفي هذا يعتبر إحصاء وصفي لأنه وصف لي فقط أرقام وبيانات ما استدليت أنا من هذه الأرقام أو من هذه البيانات على أي شيء فقط مجرد بيانات موصوفة أمامي كما هي الفقرة سي قال لك كيف يمكن الاستفادة من قراءة المؤشر في إحصاء هذا هو دور الذي هو الإحصاء الاستدلالي فبالتالي مثلا ممكن أقول أنا أستفيد منها في رفع كفاءة مثلا بعض الخدمات الموجودة في معالجة مثلا الخلل في بعض الخدمات المطروحة فهذه كلها تعتبر من الطرق التي أنا ممكن أستدل فيها من خلال البيانات الموجودة أمامي ننتقل للسؤال الذي يلي اختر الإجابة الصحيحة فقرة واحد تصنيفات طرق دعم تمويل شوفوا هنا الطرق دعم تمويل وحل المشاكل بالشركة هي التواصل مع البنوك المؤسسات المالية أو شركات التأمين هنا هذه البيانات هل هي اسمية هل هي نوعية اسمية ولا نوعية ترتيبية ولا كمية منفصلة بلا شك أنها نوعية واسمية لأنه ليس فيها ترتيب ليس فيها ترتيب أعمار العاملين أعمار عبارة عن أرقام فهي كميات كمية أو بيانات كمية والأعمار كميات متصلة يعني تعتبر أن في واحد عمره مثلا 30 سنة وشهر ويومين ودقيقتين فتعتبر كمية ومتصلة نشوف أيضا هنا قالك أجب بصح أو خطأ الفقرة بي والفقرة دي عندنا قالك خطط عملية لإدارة الأصول أو خطط عملية لإدارة الأصول الثابتة في الشركة هو متغير نوعي اسمي نعم بلا شك إذن الخطط هي متغير نوعي اسمي هذا جواب صحيح مؤهل الموظف اللازم للعمل في قسم الجودة هو متغير نوعي ترتيبي المؤهل نحن نعرف يعني مثلا ابتدائي متوسط ثنوي جامعي فبالتالي هنا أيضا متغير نوعي وترتيبي إذن هذه العبارة أيضا عبارة صحيحة نشوف السؤال اللي بعده قالك أذكر نوع كل عينة من العينات الأشوائية في دراسات التالية يطلب من كل سابع طالب يدخل الكلية شوف قالك سابع طالب إذن هنا عينة أشوائية منتظمة إذن عينة أشوائية منتظمة سي قالك فحص كل فطيرة جبر رقم 100 في خط الانتاج فبالتالي أيضا طالما أعطاني رقم معين فبالتالي هذه تعتبر عينة أشوائية منتظمة لتحديد طبعا مطابقتها للمواصفات الفقرة أي قالك تقسيم الطلاب حسب التخصص شوف حسب التخصص قسمتهم واختيار طلاب أحد التخصصات كاملا يعني أنا قسمتهم إلى تخصصات ورحت خط فقط أحد التخصصات فهذه تعتبر عينة أشوائية إيش؟ عينة أشوائية عنقودية عنقودية الفقرة جي قالك اختيار 25 عميلا بطريقة أشوائية من كل فرع من فروع الشركة يعني أخذت أنا 25 عميل من كل فرع من الفرع الأول 25 من الفرع الثاني 25 من الفرع الثالث 25 واستطلعت أراءهم حول الخدمات فهذه تعتبر عينة أشوائية طبقية طبقية إذن ليه لأني أخذتنا من كل فرع مجموعة معينة نختم بهذا السؤال قالك ضمن الدراسة أجرتها الهيئة العامة للإحصاء حول نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية كمتطلب من متطلبات التنمية المستدامة كانت النتائج على النحو التالي نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية التي هي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية من الإنفاق الإجمالي الحكومي في عام 2017 37% في عام 2018 36% في عام 2019 37% فبالتالي هنا قالك هل النتائج هي إحصاء استدلالي أم وصفي بلا شك أنه وصفي لأن أعطاني عبارة عن أرقا هل تمثل نسبة الإنفاق الحكومي في الجدول الأعلى إحصاء أم معلمة بلا شك أنها إحصاء لأن هذه عينة من الخدمات سي قالك بأعتقادك كيف يتم اختيار العينة في هذه الدراسة وما نوعها إن وجدت لاحظ أن هنا كان عندنا مجموعة كبيرة من الخدمات وأخذنا مجموعة واحدة من هذه الخدمات درسناها فبالتالي تعتبر هذه العينة عينة عشوائية عنقودية عينة عشوائية عنقودية لأننا أخذنا فقط حالة واحدة ما نوع البيانات المستعملة بالدراسة؟ طبعا هي كمية بيانات كمية هل هي متصلة؟ طبعا كنسب فيها فواصل فبالتالي تعتبر كمية متصلة الفقرأي قالك بالرجوع الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية في الأعوام المذكورة في الدراسة هل يمثل الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية النسبة الأعلى أم الأقل؟ بلا شك أن هذه تعتبر النسبة الأعلى لأن هذه الخدمات خدمات أساسية وبلا شك أن حكومة المملكة العربية السعودية دائما تسعى لرفاهية وراحة المواطنين من خلال دعم مثل هذه المجالات الجوهرية والأساسية في حياة أي إنسان جانب التعليم وجانب الصحة والخدمات الاجتماعية وبذلك نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وأخواتي انتهينا من أسئلة أو تطبيقات مسار إدارة الأعمال على دروس الفصل الأول أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم نلقاكم على خير في الدرس القادم في أمان الله